اشتركوا في القناة القائمون على الاعلانات بالعمل على جعل هيئة الاطعمة شهية من خلال استخدام بعض الخدع المصممة خصيصا لجذب عين المشاهد حتى يشتريها تعرف معنا على ابرز الخدع الغراء الابيض هو بديل اللبن في الاعلانات هل توقعت ذلك؟ تجنب مصممو الاعلانات استخدام اللبن اثناء الترويج للكورنفليكس وغيرها من الاطعمة لان اللبن يذوب الحبوب ويجعل مظهرها غير شهي ولذلك استخدم الغراء الابيض بدلا منه حتى تظهر الحبوب متماسكة وتثير شهية المشاهد فيشتريها في الحال لو علمت ان الايس كريم المعروض على التلفزيون عبارة عن بطاطس مهروسة هل كنت ستشتريه؟ يتعرض الايس كريم للذوبان بفعل الاضاءة العالية اثناء تصوير الاعلان فاستبدله بالبطاطس المهروسة واضافوا اليها الالوان الصناعية حتى تشبه الايس كريم تماما سينهار عشاق القهوة والكابتشينو حين يعلموا بهذه الخدعة نعتذر للمغرمين بالقهوة ومشتقاتها الذين انطلت عليهم هذه الخدعة فلكي تظهر رغوة كوب من القهوة بهذا الشكل اللذيذ يضيفون الصبون السائل المستخدم في غسل الصحون الى المشروب وهذه الخدعة تنفذ مع اللبن ايضا ليبدو طازجا وغيره من المشروبات حتى خبز البرغر اللذيذ لم ينجو من ايدي مصممي الاعلانات هل كنت تظن ان اللون البني لسطح خبز البرغر نتيجة لوجود البيض ضمن الخليط؟ انت مخطئ ولو عقدت مقارنة بين الخبز الذي تشتريه من الفرن او السوبر ماركت والخبز الذي يعرض على شاشات التلفزيون ستجد فرقا واضحا فسطح خبز الفرن باهت لان مكوناته طبيعية 100% بعكس خبز الاعلانات لان ملمع الاحذي البني يدهن على سطحه صدق من قال لك ان الخضروات الطازجة تضع مزيلا للعرق صمم العاملون على الاعلانات خدعة غير متوقعة حين اضافوا مزيل العرق الى الخضروات والفاكهة حتى تظهر في الاعلان وكأنها طازجة بينما لو صور الاعلان بدون هذه الاضافة لبدت هذه الخضروات عادية وغير مثيرة للمشاهد اذا ظننت ان خدع الاعلانات تنتهي عند هذا الحد فانت مخطئ